فيلمنا بيبدأ مع بنت في مرحلة السنوية اسمها روبي واللي بتكون قاعدة مع صاحباتها في السينما وبيتفرجوا على فيلم رعب وبتكون هي وصاحباتها مش خايفين وبيفضلوا يتحكوا على الفيلم بدل ما يترعبوا ولما الفيلم بيخرص بتسألهم واحدة من البنات هيروحوا فين بعد كده ولكن روبي بتقول انها لازم تروح على طول عشان أهلها فاكرينها نايمة وممكن تحصل مشكلة لو ملقوهاش في البيت وفي تاني يوم بتسحى روبي من النوم وبتفتر مع ابوها وامها وريد أخوها وبتروح بعدها للمدرسة وبتقابل صاحباتها وبيتفقوا هيروحوا يخرجوا فين النهاردة وبالليل بيكون أب وام روبي في مطعم فاخر وبيحتفلوا بذكرى جوازهم العشرين وبتكون روبي مش في البيت وخرجت من وراهم وبتروح مع صاحباتها وبتشرب سجار وهيمعان في العربية وبتضحك البنات على أهل روبي عشان بنتهم بتخدعهم على طول وبتأخر الوقت وبترجع روبي البيت وبتحط برفان عشان تخب راحة السجار من عليها ولما بتوصل للبيت بتلاقي عربيات شرطة مالية للمكان فبتفتكر إن أهلها قلقين عليها وبلغوا عن بنتهم إنها ممكن تكون تخطفت فبتدخل البيت وبتقول الزبط إنها كويسة وما تخطفتش ولكن ما بيكونش ده سبب وجودهم وبيطلع إنهم جايين عشان يقولوا روبي إن أهلها للأسف ماتوا في حدثة فضيع بالعربية فبتتصدم روبي وبتفقد الوعي من الصدمة وبتقع على الأرض وفي تانيهم بتروح روبي وأخوها الكنيسة عشان يقولوا كلمة بمناسبة توديع أبوهم وأموهم في الجنازة وبيجي ريت يقول كلمته ولكنه بينهاره ما بيعرفش يتكلم فبيطلع دكتور اسمه تيري ومراته الدكتورة إيرن لريت عشان يهدوه وبيقولوا هم كلمة التوديع لللي ماتوا وبيكون تيري ومراته أصدقاء قالت روبي اللي ماتوا ولما الجنازة بتنتهي بيروح جاك لروبي واللي بيبقى خالها وبيقول لها أنها تكلمه لو احتاجت أي حاجة وبتستغرب روبي إنها ما شافتهش من عشر سنين فبيقولها إنه هو وأمها كل واحد الدنيا لهيته في طريق بعيد عن التاني وبيقولها إنه بيسافر بعيده قليل لما بيرجع وما بتاخدش روبي كلام خالها بجدية وبتشكره إنه جيه وبتروح البيت وبيكون العازة شغال في البيت والمكان زحمة بالناس وبتكون روبي عايزة تقعد في هدوء فبتروح تقعد لوحدها في المطبخ وبيدخل عليها محمل أيلة ألفن وبيقول لها إنها واخوها يتم تبنيهم من أيلة تيري وإن أهلها سابولها فلوس كتيرة وإنها ما تقلقش من الماديات والفلوس وبيديها ألفن بطاقته وبيطلع لما بيدخل تيري وإيرين عليها المطبخ عشان يعزوها وبعد أيام بتسيب روبي هي واخوها البيت وبيتنقلوا عشان يعيشوا مع تيري ومراته في مدينة بعيدة ولما بيوصلوا بيتفاجئوا بإن بيت تيري ضخم ومعظم حيطانه مصنوع من الإزاز وبتروح إيرين تعملهم أكل وبياخد تيري روبي واخوها في جولة في البيت وبيوريهم قودة نومهم اللي لازم يشاركوا بعض فيها وإن مش لكل واحد غرفة مستقلة وبيكون الأخوين مش مبسوطين بحاجة زي دي وبييجي وقت العشا وبتقدم لهم إيرين طبق أكل فاخر ولكنهم ما بيكلوش منه عشان تطلب لهم بيتزا وبييجي معاد النوم وبيفضل ريت صاحي وعمال يداي أخته وهي بتغير هدومها فبتروح روبي للطرق وبتغير هدومها هناك ولكن بيكون في حد بيرائبها وهي بتغير هدومها وبتبقى مش واخدة بالها وبييجي أول يوم مدرسة الروبي في مدرستها الجديدة واللي بتكون مدرسة خاصة عكس الحكومية اللي كانت فيها وبتعرف الطلاب بنفسها وبتقولهم نكتة ولكنهم ما بيفهموهاش عشان هما ما لهمش في الهزار وبينتهي لهم الدراسي وبيروح الأخوان البيت وبيلوه هدايا لهم من تري وبعد شوية بتتفرج روبي على التلفزيون وهي بتكلم صاحباتها على التليفون وبتقولهم إن زميلها الجودات كلهم مملين جدا وما لهمش في الهزار وبتقاطيها إيرين وبتقولها تجالها المبخ عشان يطلعوا المشتريات من الأكياس ويرسوها وبتقولها إيرين إن لازم هي كمان تكون ملتزمة في المدرسة وبيطلع إنها كانت بتتنصت على روبي وهي بتتكلم في التليفون من خلال تليفون المبخ وبالليل بتكون روبي نايمة وبتشوفه معها بتصحيها من النوم ولكن بيطلع إنها كانت بتحلم فبتكون روبي حزينة جدا على موت أمها وما بتعرفش تنام وبتروح تلبس في دوم السباحة وبتعوم في حمام السباحة اللي في البيت وهي في المسبح بتلاقي تري صاحي وعمال يبص لها بطريقة شهوانية وبيجدب عليها وبيقولها إنه صحي من النوم بسبب صوتها وفتكرها حد جاي يسرق البيت وبيطلعها تري من المسبح وبيجيب لها منشفة وبيفضل يبص على جسمها بطريقة غير لائخة وبيقولها إنها مش مسموح لها إنها تقوم في حمام السباحة من النهاردة بحجة إن البيت مصنوعة من الإزاز وسطها بيقى مسامة على البيت كله وبيقولها إنه هيسحى كل يوم بالليل عشان يتأكد من إنها بتسمع كلامه وفي يوم في المدرسة بتشوف روبي فيديو عن خطر السواق وحد يشارب كحول فبتفتكر أهلها اللي ماتوا في الحادثة وبتفضل مكتئبة في المدرسة طول اليوم وبتفضل مكتئبة كمان لحد ما بتروح وما بتكونش عايزة تاكل فبتتحجج وبتقول تيري ومراته إنها رايحة لحمام وهناك بتدور على حبوب مسكنة عشان بيكون عندها صداع وبتدخل عليها إيرين عشان بتحس إن روبي مش كويسة وبتحاول تعرف إيه اللي حصل ولكن روبي ما بتقولهاش على حاجة فبتوديها إيرين لحمامها الخاص وهناك بتلاحظ روبي إن إيرين عندها أدوية كتير في الحمام بتاعها وبتديها إيرين حباية مهدئة ولكن الحباية بيطلع عليها مفعول تاني وده عشان لما روبي تروح لسرها تكون هادية جدا وحاسة بخمول شديد وبتكون الحباية دي عبارة عن نوع من المخدرات وبعد ساعات بتقوم روبي من النوم وبتلاقي أخوها نام على الأرض فبتشيله بتحطه على سره وبتسمع صوت تيري وهو بيزعق مع مراته ولما بتروح بتشوف في إيه اللي بيحصل بيقفل تيري السطرة في وشها وفي تاني يوم في المدرسة بتسأل زميلة روبي عن الإشاعة لسمعتها أن روبي تحت التأهيل الأكاديمي بسبب مشكلة فبتقولها روبي إنها زمان كانت في حفلة بدل ما تعمل واجبها المنزلي فحملت الواجب من الإنترنت وانكشف سرها ولما بتروح روبي بيتها بيقولها تيري إنها تروح معايا تفرجوا على فيلم في السينما مع بعض ولكن لما روبي بتركب معا ما بيروحش للسينما وبيروح لمطعم وبيتعشوا مع بعض وهناك بيقولها عن اليوم اللي قابل فيه أهلها الأول مرة وبتسأله هو كان بيتخانم عمراته بسبب وجود روبي واخوها معاهم بس بيقولها لأ وإن دي كانت مجرد مشاكل بتحصل بين أي اتنين متجاوزين وبيقولها إنه بيحس إنه وحيد وبيبص لها فبتتوتى روبي بتقوله إنها عايزة نام وبيروحه للبيت وفي طريقهم بيسوقوا تيري بسرعة وبيفضل يتحرك ما بين العربية بتهور ولما بيركن بيقرب منها كأنه هيبوسها بس بيربط حزام الأمان بتاعها وبيتلاعب بيها وبيخليها مش حاسة بأمان ولما بتوصل روبي البيت بتلاقي إيرن حقنة نفسها بمخدر ونايمة على الكنبة زي المدمنين وبتكون روبي متدايقة من اللي هي فيه وإنها عايشة مع متحرش ومدمنة مخدرات فبتروح بعد المدرسة للمحامي ألفن وبتقوله عن اللي بقتعيشة فيه فبيقولها ألفن إن لو حصل مشاكل بينها وبين تيري ومراته هتحطهم الحكومة في ضر رعاية وبتسأله روبي عن رقم المبلغ اللي أهلاها سبهولها وبتعرفهم 4 مليون دولار ولما بتمشي بيعمل ألفن مكالمة تليفونية وبالليل على العاشة بيطلب تيري من ريت إنه يطلع قطه عشان يتكلم هو ومراته مع روبي لوحدهم وبيقولها إن إيرن لما روبي شافتها مبارح كانت بتاخد حقن الأنسلين عشان عندها السكر وبيسألوها هي بتتعامل بقلق مع تيري ليه وإنها المفروض تسق فيهم فبتقولهم إنها ممكن تكون بلغت في رد فعلها مش أكتر وفي تاني يوم بتفضل روبي مستنية الخدمة اللي في البيت عشان توصلها للبيت من المدرسة ولكن الخدمة بتتأخر فبتتمشها روبي وبتروح لمكان شغل تيري وهناك بتشوف ناس بيهددوه عشان بيكون تيري علي ديون ليهم فبتخاف وبتقرر تنزل للجاراج وهناك بتلاقي العربية اللي أهلها ماتوا فيها يوم الحادثة وبتبقى روبي مستغربة من وجودها العربية وبتيجي تتفحصها ولكن تيري بيقطعها وبيروحها البيت وفي تارهم بتقول روبي إنها اضطرت إنها تروح له ماشي عشان الخدمة ما ظهرتش فبيقولها تيري إنه فصلها من الشغل عشان ودت روبي للمحامي من غير إذن تيري وبالليل بتشوف روبي تيري هو بيدخل رمز الحماية لجهز الإنذار اللي في البيت فبتحفظه وبتسجله في رسمة بالرصاص عشان ما يبنش وبعد ساعات بتمثل روبي إنها بتعمل الواجب على اللابتوب ولكنها بتكون بتتحرى عن حادثة أهلها وبيمنع الإنترنت إنهم كاتبين نوع العربية اللي أهلها كانوا راجبينها غلط فبتبعت إيميل لألفن وبتقوله إن نوع العربية كان بي ايم دابليو وبتقوله يتحرى عن الموضوع وبتكون تيري تعبانها ومش قادرة إنها تعمل الواجب وبتنمع على الأرض وقدام اللابتوب وبيشوفها تيري وهي نايمة وبيبتسم وبيعمل لها الواجب بنفسه وفي تاني يوم بتشوف روبي اللي عمله تيري وبتشكره وبتروح روبي لمدرسة وبتلاقي إن عندها استدعاء لمفتشة أحوال اجتماعية فبتقولها روبي على كل الحاجات الغريبة اللي حصلت لها وهي في بيت تيري وبتقول إنها خايفة لتوعى في المشكلة لو المفتشة روحت البيت فبتقولها المفتشة إنها تمثل إنها ما تعرفاش لما توصل البيت وبعد أيام بتوصل المفتشة البيت وبيستقبلها تيري ومراته وبيوريها قودة روبي المنفصلة عن قودة ريت وبيطلع إنهم عاملين تمثالية على المفتشة وكمان خبوا الأدوان اللي في الحمام وبتسأل المفتشة ريت هو بيعمل إيه بالليل وبدل ما يقول لها إنه بيفضل يلعب بالبليستيشن اللي تيري جابهوله عشان يتشغل فيه بيقول لها إنه بيفضل يقرأ كتب بيجدب عليها ولما بيطلع تيري ومراته من القودة بتزعق روبي الأخوها على الكتب اللي قالته للمفتشة فبيقولها ريت أنه تعلم الكتب من أخته كبيرة فبتتعصب روبي وبتمسك اللي في قدرته وبترميه في الزبالة وبتلاقي في الزبالة أوراق رسمية مهمة فيها ورقة من مدرساتها لتيري بيقولوا إنهم هيرجعوا فلوس دراسة روبي لتيري وبيطلع إن تيري يخرج البنت من المدرسة عشان ياخدوا الفلوس لنفسه وورقة تانية بتكون رسالة من خالها جاج بيتطمن عليها وعلى أخوها وبيبقى سايب رقم تليفونه ليهم فبتقطع روبي الرقم من الرسالة وبتحتفظ بيه معاها وفي وقت إنهم بيدخل تيري على روبي القوضة وبيسألها عن رأيها في قوضتها الجديدة فبتقولوا إن يسيبها دلوقتي لوحدها وبتخليه يطلع وبتكون روبي بتحاول إنها تتواصل مع ألفن المحامي عن طريق الإنترنت ولكن بتلاقي إن حسابها الإلكتروني تقفل وبيتصل للناس اللي كانوا بيهددوا تيري عليه وبيهددوا تاني لو ما دفعش اللي عليه وبتتنصت روبي على المكالمة من تليفون المطبخ وبيروح تيري اللي مببخ عشان بيكون حاسس إنها بتتنصت عليه ولكنها بتعرف تهرب وتستخبى وبتعرف روبي إن تيري لقى بنك ممكن يديله قرد فبتروح لجهاز الإنذار واللي بيكون عليه خاصية تسجيل المكالمات وبتعرف تجيب رقم اللي بيكلمه تيري وبتحفظ رقمهم وفي تاني يوم في المدرسة بتكون روبي مش عارفة تركز في الحصة بسبب اللي بيحصل لها فبتروح تكلم ألفن من تليفونه عمومي وبتقوله إنه ما وصلهوش الإيميل اللي كانت باعتها عشان تيري قفل لها حسابها الإلكتروني فبتقوله على اللي كان في الإيميل عالتليفون وبتقي تقوله إنها حسن تيري هو اللي خطت لحادثة ولكن مدرسة بتقطعها وبتخليها تروح تكلم مديرة المدرسة في المكتب وهناك بيطلع إن الواجب اللي كتبه تيري ميتاخد من كتاب من على الإنترنت وبيبقوا عارفين إنها عملت كده قبل كده فبتقول المديرة الروبي إنها قالت ده لتيري وإنها مش مسموح لها إنها تكمل في المدرسة وبالليل في البيت بتلوم روبي تيري على اللي حصل قدام مراته فبيقولها تيري إنها تتحمل نتيجة أفعالها وبيخليها تطلع كدابة وفي وقت النوم بتتمشى روبي في البيت وبتلاقي إعلان عن مدرسة داخلية للبنات فبتعرف إن تيري مخطط لده وبتتصل على خالها جاك ولكنها بتقابل البريد الصوتي وبتيجي فكرة الروبي وبتسرق مفاتيح عربي تيري وبتصحقوها عشان يتحرك معيها وبتعرف تطف جهاز الإنذار بالرمز اللي كانت رسمته من فترة وبياخدوا العربية وبيهربوا من البيت وبيصحى تيري بسبب صوت العربية وهي بتتحرك وبتقابل روبي كمين وبيسألوها عن رخصها عشان شكلها صغير عن السن القانوني للسواقة ولما الزبط بيلاقي مش معها رخص بيخالها تنزل من العربية وبيوصل تيري ليهم عشان يرجعهم البيت وفي الطريق بتلوم روبي تيري على إنه قتل أهلها عشان يخد فلوسهم فبيكذب وبيباني إنه بيكذب ويفضل يترايش من الخوف إنه تمسك ولما بيوصلوا البيت بتحاول روبي إنها تهرب أول لما بتنزل من العربية ولكن تيري بيمسكها وبيشيلها وبيدخلها البيت وبيكتفها على الأرض وبيقولها إنه مش محتاجة عشان ريتلواحده كفاية وبيلمح إنه ممكن يقتلها فبتسرخ روبي من الخوف وبتندق على إيرين تلحقها ولكن إيرين بتظهر وما بتساعدهاش وبتحقنها بمخدر وبتخليها تنام وبعد أيام بيسأل أصحاب روبي القدام بعض لو حد يعرف يوصل لروبي عشان بقالها شهر مختفية ولكن محدش بيكون عنده فكرة وبيتصل الناس اللي تيري عليه ليهم فلوس وبيقولوله إنهم مش هيدلوا مهل أكتر من كده وبيكون تيري يائس وبيروح للبنك اللي معهم فلوس أهل روبي وبيقولهم إنه محتاج فلوس عشان الأخوين وبيكون أمين البنك شاكك في تيري عشان بيكون معاه نسخة من الرسالة اللي روبي لقيتها في الزبالة وبعتتها له بالفكس فبيترف الطلب تيري وما بيعرفش إنه يتصرف في فلوس وفي المستشفى اللي إيرين شغلت دكتورة فيها بتكون بتسرق أدوية المرضى لنفسها عشان إدمنها للمخدرات ولكنها بتتمسك وبتتفصل من الشغل ولما بتروح بيفضل تيري يزعق لها بسبب المشاكل اللي حلت عليهم وكمان بيطلع إن تيري بقى مود من المخدرات بعد لما قاتل أهل روبي بسبب إنه كان بيتعطى المخدرات عشان يعالج اكتئابه وبتكون روبي متخدرة وفي غيبوبها طول الوقت بسبب حقنهم ليها فبيقرر تيري إنه يتخلص منها عشان ما بقاش عارف يتصرف في مخدرات تاني وبيروح تيري برا البيت يمكن يعرف يتصرف في جرعة مخدرات وبتكون إيرين بخبية آخر حونة في البيت وبتروح تجيبها فبتلاقي شريد فيديو ليها ولروبي وهي طفلة ولما بتتفرج عليه بتحس بالاكتئاب والندم على اللي بتعمله في روبي فبتقرر إنها تنتحر بجرعة زيدة وتاني يوم بتفوق روبي وبتشوف جثة إيرين على الأرض وبعد ساعات بيوصل تيري البيت وبيكون مع مخدراته بيدور على امراته وبيلايها انتحرت وبيسمع صوت روبي وهي بتتكلم في التليفون وبتدي لحد عنوان البيت فبيروح يجري وراها ولكنها بتعرف تستخبع هي واخوها تحت السرير وبيجريت يهرب من البيت ولكن تيري بيمسكه وبتعرف روبي إنها تضرب تيري على راسه وبيقع على الأرض وبتحرر أخوها منه وبيجروا ولكن تيري بيقوم بسرعة وبيعرف إنه يمسكهم وبيحبسهم في البدروم وبيلاي الأخوين شباك في البدروم وبيحاولوا يهربوا من خلاله وبيقطعوا الشبكة اللي عليه بالمفك وبيروح تيري وبيخارب عربيته الأولى وبيسوق العربية من الجاراج لقدام البيت وبيدخل ينام وبيعرف ريت يهرب ويسرق من تيري المفاديح هو نايم وبيطلع إن تيري كان صاحي وإنه بيمثل إنه نايم عشان مخطط لحاجة وفجأة بيرن جرس الباب وبتستخبر روبي واخوها وبيشوف تيري هو بيفتح الباب وبيطلع إنه ألفن المحامي واللي بيكون جي مخصوص عشان تيري ما بيردش على مكالماته وبيقول لتيري إن البنك شالم تياز الحضانة منه عشان ما بيعرفش يتصرف فلوس روبي واخوها وإن فيه تحقيق بخصوص تيري قايم في الوقت اللي بيتكلموا فيه وبيطلع إن ألفن شريك تيري في الجريمة وإنه مخطط معه لكل حاجة وبتظهر عربية حمرة بره البيت وبيطلع منها الناس اللي بيهددوا تيري وبيدخلوا البيت وبيقولهم تيري إن ألفن هو السبب في إنه معوش فلوس فبيقتلوا ألفن وبياخدوا تيري للعربية اللي خربها فبيقولهم تيري إنهم ياخدوا عربيته التانية ولما بيروحوا لها بيلووا العجلة مخرومة فبياخدوا واحد في عربية تيري الأولى المتخربة وبتتحرك العربيتين وبيطلع ان روبي هي اللي خرمت عجلة العربية التانية وبتحصل حادثة بسبب ان تيري خرب عربيته اللي هو فيها وفشلت خطته وبتتقلب العربيتين عالطريق وبتتمشى روبي واخوها عالطريق وبيقابلهم الضابط وبياخدهم معاه في طريقه وهناك بيعدوا على موقع حادث تيري وبينزل الضابط عشان يشوف اللي حصل ولكن بيطلع ان تيري لسه عيش وبيضرب الضابط وبيخليه فقد الوعي وبياخد المسدس بتاعه وبيروح تجاه الاخوين ولكن لما بتشوفه روبي بتسوق بنفسها العربية وبتفتكر حادثة اهلها وبتدوس تيري وبتقتله قبل ما يضرب عليهم نار وبتحضن روبي اخوها وبتوصل قوات الدعم وبتروح روبي لقابر اهلها وبتحط عليه ورد وبيكون معاه رتو خالها جاك واللي بيكون قرر انه يتبناهم ويرعاهم الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام